اكثر من اربعين مليون مواطن في مصر تتعرض حياتهم للخطر كل يوم والسبب مسكن عشوائي يفتقر الى افسط مقاومات الحياة العشوائيات في مصر قنبلة موقوطة تدي بحياة من يعيش بها اذ يصل عددها الى اكثر من الف ومائتين منطقة موزعة على محافظات الجمهورية فالقاهرة العاصمة الحضارية تحتل المركز الاول في عدد العشوائيات بحوالي احدى وثمانين منطقة تليها محافظة الجيزة التي توجد بها اثنتان وثلاثون منطقة عشوائية منها ما يحتاج الى تطوير واخرى في حاجة الى ازالة فورية ارقم تعكس واقعا اليما تعهدت الدولة بتغييره عن طريق انشاء وحدات سكنية جديدة لقاتل العشوائيات الخطرة احنا نكلم على مشروع اسكان اجتماعي على الاقل لستمائة ألف بنقول ان احنا نسلم الجزء الاكبر منه في ابريل القادم واحنا بنكلمكم دلوقتي الشركات المقولات نزت المواقع عشان تشتغل عشان تعمل ده هو دامش عشان خاطر المواطن البسيط والعدالة الاجتماعية للانسان اللي مش قادر وانا مكلمكم بتم النهاردة تنفيذ خطة لمعالجة العشوائيات الخطرة على الاقل ب خمسين الف واحدة سكنية اما صندوق تطوير العشوائيات فاتمع للمرة الاولى بعد اربعة اشهر من اعادة تشكيله لوضع استراتيجيات تطوير عدد من عشوائيات القاهرة والمحافظات اما المناطق العشوائية المستهدف تطويرها فمنها سبع عشرة منطقة بالقاهرة كعزبة الورد وعزبة النخر وعزبة خير الله وسوق الجمعة سكان العشوائيات مهمشون في الارض فلا عدلة اجتماعية ولا كرامة انسانية في مسكن يفتقد الى افسط مقاومات الحياة الكريمة هل ستنجح خطة الدولة في انقاذهم من ذلك الوضع المأساوي؟ والسؤال اللي كان في اخر التقرير هو البداية بتاعتنا هل هننجح في ان يبقى فعلا فيه تطوير للعشوائيات والتطوير هيبقى بنسبة كام؟ والتطوير وصاده هيبقى ايه؟ دي من ضمن التساؤلات الرئيسية اول منقول يا عشوائيات الموضوع مش بس ان تبقى مناطق عشوائية لا البونة بشكل عشوائي ده مفروض برضه ان هو يطلق عليه مناطق عشوائية ما يبقى الشوارع صغيرة جدا بحس ان لو حصل حريقة ولا فيه مريض والعربية اسعاف والعربية مطافي قادرة ان هي تدخل النهاردة الحريقة اللي احنا تبعناها الحمد لله يارم ان كانت عربيات الاطفاء موجود الحريق ده في اماكن ممكن ان العربيات تدخل فيها لو كان لقدر الله الحريق في المباني اللي جوه كانت المطافي هتدخل ازاي ما كلنا عارفين الشوارع عاملة ازاي فالاسئلة دي هي اللي هنوجهها لدفتنا الكريمة وهي المهندسة سعاد نجيب وكيل الوزارة ورئيس الادارة المركزية للتخطيط والمتابعة بسنطوق تحسين العشوائيات اهلا معرفة تطوير العشوائيات والتحسين العشوائيات والإلغاء العشوائيات ياريت هنقدر ولا مش هنقدر ان شاء الله هنقدر ازاي حضرتك البناء العشوائي نوعي في نوع خطر اللي هو تم تصنيفه عن طريق صندوق تطوير مناطق العشوائية من 2009 وده عدد وصلنا لحد الوقت بعد تطوير مناطق كتير جدا لرقم 351 منطقة خطر اللي هي المباني أيلة للسقوط يا جزء منها كده اللي هي قلب المدن الأديم لكن الأكثر خطورة هي المناطق اللي موجودة على انزلاقات جبلية اللي هي الدرجة الأولى المناطق الخطورة الدرجة الأولى اللي زي منشية مصر وفي مخراط السيول زي اللي في البحر الأحمر وفي أسوان مناطق الدرجة الثانية اللي هي العشش ودي فيها نوعين اللي هو مبني بمخلفات المواد البنى أو بالخيش أو بالصفيح أو قلب مدن قديم متهدم زي مسلس ماسبيرو مثلا النوع الثالث مسلس ماسبيرو ده احنا بقالنا عشر سنين بنتكلم على تطوير مسلس ماسبيرو تحويل صندوق التطوير المؤلمات العشوائية إلى وزارة الدولة التطوير للحضر والعشوائيات والملف بدأ فتحه في الصندوق منذ نهاية 2014 طيب احنا وصلنا فيه المرحلة متقدمة جدا الحمد لله ويعني أخبار كريسة ان شاء الله هتبقى قريب على الميديا بس احنا يعني في مرحلة اعداد حاجة هامة جدا في حل الموضوع فاحنا لسه يعني مش هنعلن عنها دلوقتي غير في وقتها هو توفق الملاك والشاغلين على تطوير المكان ده كانت اهم نقطة الالية بقى بتاعت ان احنا نعوض الشاغلين والملاك يدخلوا في شركة مع بعض علشان يعملوا يجيبوا مطور واحد يطور المنطقة في اطار مخطط تفصيلي للمنطقة مخطط اعداد التخطيط لان المنطقة اعلنت منطقة اعداد التخطيط ده احنا ماشيين فيه بخطوات قويسة جدا طيب احنا كمصريين بنحب العيش وبنحب المكان اللي احنا تعودنا عليه نعيش لحد اخر لحظة في حياتنا في نفس المكان يعني بنحب الموضوع ده اوي وقتما يجي حد يقول لي سيب مكانك عشان احنا عايزين نطورك اول حاجة وانا هروح فين وهدفع ايه وقصاد ايه انا سيب مكاني اللي تعودت عليه وعلى جراني وصحابي وانطقتي الامنية دي اكبر معاوك بيقابلنا في الاول لكن احنا خلاص الحمد لله اتعودنا احنا ازاي نتغلب عليه بان احنا بنعمل تواصل مع اهالي المنطقة وبالتواصل ده بنوصل الاتفاقه زي ما قلت لحضرتك ان احنا بالتواصل مع اهالي منطقة مسلس مسبيرو كانت ممنوع حد يدخل حتى المسلس يبتدي يفكر يقول اي حاجة لكن احنا اهالي المنطقة بيقى جزء من السندوق وفيه تواصل مستمر يومي معاهم وكل حاجة تمت بموافقتهم والمشروع هما اللي ابتدوا الفكرة بتاعته بمشروع تشاركي بمجموعة فانك انت تلبي رغبات الناس نفسها في التطوير او تاخدير رأيها في التطوير وانك بتحط تسقة في نفوس الناس لان كانت ثقة مع دوما الاول لكن احنا جربنا في كذا محافظة ان احنا اشتغلنا بالتواصل مع الناس الاول وعرض الافكار عليهم هما بيختاروا الفكرة المناسبة عليهم واهم حاجة ان احنا ما نطلعهمش من المكان اللي هم قاعدين فيه نطوروا والاساليب كتيرة والاليات كتيرة جدا نستخدمنا كذا نوع من الالية في كتير من المحافظات وانك ترجعين مكانه والجزء الباقي من اللي لسه ما تمش تطويره يلاقي ان ده بيأمر واقع بيصرع باقي المنطقة في التطوير طيب حريك بتقولي ان كمان اهالي المنطقة بيبقوا اعضاء في الصندوق انبارح عقد صدوق او بيبقوا حضري بيبقوا شركاء التنمية معنا وان احنا بنعرض عليهم كل المشروع بخطواته اول باول وناخد رأيهم فيه والحاجة اللي مش عجباهم ياما احنا نقنعهم بيها ياما هما يقنعنا بوجهة نظرهم في الاخر بنصل لاتفاق بيننا وبين بعض وفي مسلس مزبيرو مضينا وثيقة مضى عليها حوالي 1500 اسرة انها متوافقة معنا في حل المشروع وهم كم اسرة هم حوالي 4000 اسرة طيب 1500 المفروض ان صوتهم معناها ينشى على لا 2500 اسرة مضوا على الوثيقة التوقيع 2500 مش 1500 مضى 2500 لكن كان فيه حاجة اسمها ربطة مسلس مزبيرو الربطة دي بتمثل كل الاهالي لانها من كل الشياخات اللي موجودة في المسلس ودولا كانوا هما بينقلوا لانا مش هنقدر نقابل 4000 هما اللي كانوا بينقلوا الصورة للناس ويجوا برأيهم تاني مرة يعرضوا لما حصل فيه اختلاف مرة جلنا الصندوق حوالي 500 اسرة بالفعل يعني ممثل عن 500 اسرة وبعد ما انتهينا من العرض هما اللي سرعوا ان هما بيمضوا على الوثيقة ووقت ما بيحصل تطوير اهالي المنطقة مش هما اللي بيتكلفوا حاجة لا طبعا الاهالي ما بتتكلفش حاجة لكن احنا بنتطور على مراحل وكل مرحلة يا اما الناس بندهم قيمة ايجارية وبطلعوا يعودوا برا لحد ما نبني ويرجعوا ويرجعوا يا اما بياخدوا ايجار او ايجار تمليكي على حسب رغبة كل طيب انبارح عقد صندوق تطوير المناطق العشوائية او الاجتماع لمجلس ادارته وبعد قرار رئيس الوزراء بعادة تشكيله طيب اعادة التشكيل ده بقى ايه الفكرة الجديدة اللي مفروض ان هو داخل بيها حضرتك اعادة تشكيل المجلس الادارة لان رئيس مجلس الادارة اه اه اتغير لان كانت وزارة الدولة تطوير حضر هي اللي بتدير منظومة اه تطوير العشوائيات لكن انتقل الملف الى وزارة الاسكان فاصبح وزير الاسكان هو رئيس مجلس الادارة واعادوا تشكيل المجلس هو مش اعادوا تشكيله بشكل كبير جدا ان احنا نعتبر زي مجلس وزراء صغيرة احنا عندنا تسع وزراء اعضاء في مجلس الادارة وبعض الشخصيات من المجتمع المدني والخبراء طيب هل في جماعيات اهلية بتتعاون معاك ولا موضوع كل دولة طبعا ده اساسي ده شيء اساسي لانه الخطة بتاعتنا في تطوير اي منطقة لازم يبقى فيها شق اجتماعي واقتصادي وبنعمل على صحة المرأة وتشغيل الشباب وتدربهم والاهتمام بالطفولة والرعاية الصحية ليهم وعدم التصارب من التعليم حتى بنشاركهم في بعض الانشطة الترفيهية والرحلات بنخلي الناس تحس في المنطقة انها ما بتفرقش كثير عن المناطق الغير عشوائية المناطق المهتمة بيها بشكل كبير يعني ده الصورة اللي انتو تبقوا عايزين توصلوها بالضبط احنا يعني بنادي الطفل حقه زي ما اي طفل في اي منطقة تاني بياخد حقه طيب اي المشروعات اللي قريب جدا هنلاقي ان بيتم افتتاحها ان حصل تطوير لمنطقة العشوائية دي حضرتك احنا بنبني حوالي 15 الف واحدة سكانية في منطقة اسمها الاسمارات لنقل سكان مناطق الخطورة الدرجة الاولى في منشية ناصر ومصر الاديمة في منطقة اسمها الاسمارات الاسمارات دي تلات مراحل انتهت مرحلتين الاسمارات واحد وهي حوالي 628 واحدة الاسمارات دي مكانها فين؟ في المؤطة عند عباد الرحمن يعني منطقة متميزة جدا ودام مساكن الزلزال المنطقة لو حضرتك اخدت الكاميرا وروحت وسجلت هناك حاجة تبهر مجتمع متكامل جامع وكنيسة وخدمات ومدرسة ومركز ثقافي ومصرح روماني وكل الخدمات الموجودة الترفيهية وثقافية ومدرسة تعليم اساسي ومدرسة سنة وتعليم صناعي ومركز تدريب حرفي مدينة هتبقى على مساوى وهيسموها مدينة تحيا مصر لكن الاسمارات واحد تم تمولها بالكامل من صندوق تطوير المناطق العشوائية بتكلفة حوالي 800 مليون جنيه ومن المقرر انها تستطيع كلال الشهر وانحنا منتكلم على ان المنطقة اللي باسبها عشان يتم تطويرها واروح في مكان تاني من حق بعد كده بعد ما يتم تطوير المنطقة الاصلية انها لو عايز ارجع ارجع دي لما مناطق امينة المنطقة اللي شلتيها امينة لكن المناطق اللي احنا هنشلها اللي هي الخطورة الدرجة الاولى دي مناطق ماينفعش ان احنا نبني فيتين عشان ما يبقاش لقدر الله نتكلم على ان حصل كرسة في المنطقة دي بالضبط يعني زي كرسة الدوئة اللي انشق بعدها صندوق تطوير المنطقة العشوائية طيب وبشكل عام يعني كرسة دي كده لكل ربوع جمهورية مصر العربية لو اشتغلنا على قدم واسق 24 ساعة في تطوير العشوائيات وكل الناس بيتمركزة في تطوير العشوائيات اللي مختصين يعني بالتطوير ممكن على سنة كم كده يبقى ما عندناش عشوائيات ما انا قلت لحضراتك هي بتنقسم قسمين ما انا اقول لحضراتك بس الغير امن في استراتيجية معمولة للصندوق ان مصر بلا عشش خلال ثلاث سنوات يعني على 2019 ان شاء الله مصر بلا عشش ولا مناطق من الخطورة الدرجة التانية ولا التالتة واحنا فعلا الاستراتيجية دي تم وضعها ووافع عليها مجلس الوزراء وتم عرضها بالامس قدام مجلس الادارة للمناقشة انما المناطق الغير مخططة بتمسل 40% من العمران في مصر وحضرتك يعني ذكرت منها بعض المناطق المرج عزبت خيرالة منشية ناصر وكل المدن على مستوى الجمهورية فيها مناطق غير مخططة اللي هو الامتداد العشوائي للمدن ده احنا تدخلنا فيه كابيلوت في الاول يعني عملنا حوالي 43 منطقة في القاهرة والجيزة وتم تطويرهم بالكامل وفيهم كمان خمس اسواق دي بنعمل لها حصر للمناطق بالتفصيل على مستوى كل مدينة وهتتعمل لها استراتيجية زي ما عملنا استراتيجية للمناطق الغير طيب بما انه وقتنا خلص نقول مثلا على 2025 ممكن نبقى بيلي عشوائيات نأمل ان شاء الله قبل كده نأمل لكن هي مناطق الخطيرة والعشش هي ل2019 والخطة موضوعة بالفئة ان شاء الله عموما مهندسة سعاد نجيب وكيل الوزارة ورئيس الادارة المركزية للتخطيط والمتابعة بصندوق تطوير العشوائيات شكرا جزيلا على حضور حضرتك ويا رب ان شاء الله مجوداتكم تكلل بالنجاح في القريب العاجل محتاجين مصر بلا عشوائيات بإذن الله شكرا لحضرتكم ومشاهد يا الكرام شكرا لحضرتكم بكرة بإذن الله حلقة جديدة من اليوم في ساعة وموضوعات جديدة إلى اللقاء